يعني طبعاً ناس الله الشفاء لفضيلة شيخ شعبان درويش وجميع مرد المسلمين ماذا يفعل المرء إذا تشكك في نجاسة أو طهارة الماء؟ نعم شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام وعن صور الله عنه الصلاة والسلام رب الشرح لي صدري واسر لي أمري وحلل عقدة من لساني أفقه قولي اللهم لا سهل إلا مجعته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل مسألة المياه الأصل فيها الطهارة الماء المطلق الأصل فيه الطهارة طيب الإنسان لو شك في المياه هل هي يعني باقية على طهورياتها أم ليست باقية فعليه أن يطرح الشك طالما لم يجد قرينة إحنا عندنا قاعدة فقهية أستاذ أحمد من القاعدة الفقهية الكبرى لو إحنا الإنسان ضبطها هتخرج له الكثير من المسائل القاعدة دي بتقول اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة فقهية كبرى فالقاعدة دي ليست في المياه فقط وإنما تطبق في مئات بل آلاف المسائل الفقهية ومنها استصحاب الأصل وإبقاء ما كان على ما كان عليه ودي مبنية على أدلة منها الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد شيئا في بطنه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يخرج من الصلاة إلا بيقين إيه اليقين ده إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا فده اليقين فأنا استصحب الأصل الأصل لأن الماء طاهر طيب متى أتغير من هذا الأصل بيقين اليقين أن يتغير الطعم أو اللون أو الرائح إذا تغير الصفة من هذه الصفات الثلاث يبقى هنا أنا الماء يبقى فقد الطهورية ولا يصح الاستخدام لكن أنا أشك لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالشك في الأمور التي أعلى طهوريات منها المياه يعني ويمكن شيخ الإسلام من تنمية له كلام يقول أن من التكلف أن الإنسان يشك في الماء ويمكن أختم ب لما كان عمر بن الخطاب مع عمر بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما في مسير وورض على حوض فسأل عمر بن العاص صاحب الحوض أتريد السباع هذا الحوض فعمر بن الخطاب قال يا صاحب السباع لا تخبرنا صاحب البئر صاحب البئر صاحب البئر قال يا صاحب البئر لا تخبرنا فإننا نريدوا على السباع والسباع تريد علينا يبقى سيدنا عمر هنا سيبني على إيه طالما الماء لم تتغير في صفة من صفات الثلاث اللون الطعام الرائحة فيبقى على أصل طهوريته نعم موسيقى الجند بارك الله فيك دكتور